طيب أنا بتكلم على الصفقات هي الصفقة الأولى التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي بالأمس ولكنها لن تكون الأخيرة في صفقات بالتأكيد النادي الأهل هيعلنها تباعا وكلنا كمان لازم ناخد بنا من نقطة مهمة جدا القائمة الإفريقية هيتم إرسالها يوم الخميس القادم يعني بعد بقرة 15.09 وبالتالي أكيد خلال الساعات اللي جاي هيكون فيه ترتيب وتفكير لصفقات واستراتيجية للتدعمات خلال الفترة اللي جاي عشان تستفيد بهذه الصفقات في المباراة المحلية والمباراة الإفريقية اللي تنطلق بالنسبة إن شاء الله للنادي الأهلي خلال الشهر اللي جاي ولكن موسم الصفقات والانتقالات السنة دي النادي الأهلي بيعمل استراتيجية مختلفة الناس فكر أن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت النادي يقول لنا عايز 30 مليون و40 مليون ده هيحصل لا الموضوع اختلف لأن سوء الانتقالات اختلف بعد المعايير اللي حطها اتحاد الكور والنادي الأهلي دايما بيحب يلتزم بالقوانين واللوايح احنا كلنا عارفين إن فيه بندة حط في مسألة اللعب المالي النظيف أنت عشان تبرم صفقات لازم من خلال الميزانية المحددة وبالتالي لو خلفت ده مش هتقدر تأييد صفقات فبالتالي النادي الأهلي بيفكر في الصفقات إزاي بفكرة أنه يجيء بلعيب مركز أيمن أو باكليفت أو راس حربة وبس لا بيفكر فيها كنحية فنية كنحية مادية وكمان بيتكلم على مدى أبعد والمستقبل والاتحاد الكورة لما خد قرار أن انت تقدر تضيف خمس صفقات أجنبية في الفريل أول وتلات لعبين أجانب في المراحل السنية المختلفة اللي هو تحت الفريل أول النادي الأهلي بيشتغل على الجزئية دي والنادي الأهلي شغال في هذه الجزئية بشكل مختلف تماما هتيجي تقول لي ما لما نادي يكون عنده تمن أجانب ده مش في صالح الكورة المصرية يا فندم ده مش إكبار عليك ده بند محطوط في ليحة اتحاد الكورة النادي الأهلي بما أنه بيشارك في مسابقات عديدة وأبرزها المسابق الإفريقية هيسعى أنه يضم لعبين في الفريل أول وكمان تلات لعبين أجانب في المراحل السنية المختلفة لأنه كمان قطاع الناشئين لسه القيد ممتد فيه في الشهور اللي جاية لكن النادي الأهلي بيشتغل على المستقبل اللاعبين الأجانب اللي يعملوا نقلة نوعية في الدور المصري خلال الثلاث سنين اللي جاية أو الخمس سنين اللي جاية أنت إمكانياتك دي بخمسة بس هات أنا إمكانيات أجيب التمانية هجيب التمانية وأنا لما أجيب التمانية أنا هستفيد بيهم عشان بلعب بطولة إفريقية وبالتالي النادي الأهلي ابتدى يفكر في مسألة الصفقات بشكل مختلف تماما وابتدى يطبق البنود اللي مكتوبة في لوائحة تحاد القورة خلال الفترة اللي جاية بحزفرها في مسألة انضمام اللاعبين الأجانب وكمان في مسألة الصفقات وقيمة الشراء للصفقات اللي هاتم خلال الفترة اللي جاية الفكرة كمان أنك بتتجه لمدارس مختلفة الناس كانت دايما تقولك إيه أنت دور دايما في الأدغال الإفريقية من عند السوق مفتوح ممكن أفكر في مدارس مختلفة ممكن أروح لسوق القيمة التسوقية أقل لكن الجودة الفنية أعلى القيمة التسوقية أقل لكن الجودة الفنية أعلى يعني ممكن ألاقي لعيب في سوق موجود تاني غير السوق اللي أنا موجود فيه جودته الفنية أعلى وقيمته التسوقية أقل من الأرقام اللي بتتألفه مصر هروح له حتى لو وصلت لفين هروح لده هنا بيتعرض لعيبة ب40 مليون و50 مليون ممكن أجيب لعيب أدل لهنا 10 مرات ب5 مليون و10 مليون يبقى أنا كسبان ولا لا أنا بفكر صح ولا لا بس عشان أعمل ده هعمل ده في يوم وليلة لا اجتماعات لجنة التخطيط واجتماعات الكابتن محمود الخطيب مع كل المسؤولين في قطاع الكورة بقالها بالضبط أكتر من 15 يوم يوميا اجتماعات مشاءل من 6-7 ساعات مشاهدة مباريات التعرف على المستوى الفني لبعض الصفقات سواء داخل مصر أو خارج مصر وضع قواعد ومعايير في مسألة الصفقات القيمة المحلية والقيمة الإفريقية اللي بيتم التحضير لها هتبقى نقلة نوعية بإذن الله للنادي الآلي خلال الفترة اللي جاية سواء داخل مصر أو حتى في المشاركات الإفريقية اللي أنا مش بشتغل على السنة دي أنا بشتغل على دور السوبر هشارك فيه إن شاء الله الموسم بعد القادم مسابقة هتدخل لو أنت كسبان البطولة مش هقل من 11 مليون و600 ألف دولار وبالتالي أنا بلعف في مستوى تاني خالص الفكرة بالنسبة لي بقت مختلفة أتمنى الجمهور يفهم التفاصيل لما بين السطور لأن فيه كلام مهم جدا مش محتاجين نشرحه بتفاصيل لكن هتشوفوه على أرض الواقع خلال الفترة الجاية في مسألة التدعمات اللي بيشتغل عليها الأهلي والناس دائما بتسأل إحنا متأخرين مش متأخرين ولكن النوعية اللي الأهلي عايز يشتغل عليها والطريقة اللي الأهلي عايز يضم بيها لعبين جدد مختلفة تماما عن اللي حصل قبل كده فكرة أن ندفع 40 مليون و50 مليون وأندية تطلب مني 20-30 مليون و4-5 لعيبة مقابل لعب قصة ما بقتش كده لأن أصبح هناك لوائح وقوانين لازم الأندية كلها بلا استثناء تنفزها وما فيهاش أي استثناءات قاعدة اللعب المالي النظيف بدأ النادي الأهلي يتعامل معها بشكل رسمي وننتظر مع التسجيل وقيد الصفقات هنشوف مين اللي التزم واشتغل بالمعايير اللي حطها اتحاد الكورة ومين ممكن يخالف وهلا يبقى فيه استثناءات لي ولا لا لكن التدعمات فيها استراتيجية جديدة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي